عليه الصلاة والسلام في هذا الهدف في هذا الغرض أرجو أن تتخيل معي مكانة حسن الخلق حين تختزل هذه المكانة في بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب البليغ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو لأتمم مكارم الأخلاق فحسن الخلق امتثال من الله لأمر الله جل وعلا امتثال لأمر الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في آيات قرآنية جميلة قد لا يتصور كثير مننا معناها الآن فيقول ربنا جل وعلا مثلا لحبيبنا الذي رباه الله على عينه والذي أدبه ربنا فأحسن تأديبه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لسيد المؤمنين ولأحسن الخلق خلقا وخلقا ولأحسن الخلق خلقا وخلقا يقول له ربه جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا الله آية جامعة في حسن الخلق بهذه الكلمات القليلة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه الآية جامعة حسن الخلق جامعة أصول وخصال حسن الخلق خذ العفو أي تعامل مع الخلق معاملة كريمة أي تعامل مع الخلق معاملة كريمة أي تجاوز عن تقصير المقصر خذ العفو وعن خطأ المخطئ خذ العفو وعن جاهل الجاهل خذ العفو ولا تتكبر على أحد من الخلق لا تتكبر على الصغير ولا على الفقير ولا على الضعيف وتعامل مع الخلق معاملة كريمة تتلاءم مع أحوالهم ومع ظروفهم وواقعهم خذ العفو وأضف ما شئت من المترادفات والمعاني تحت هذا الأمر في هاتين الكلمتين خذ العفو أي تعامل مع الخلق بحسن الخلق تعامل مع الخلق بكرم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأمر بالعرف أمر بكل حسن جميل كامل في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال وأمر بالعرف ولما كان ذلك يستدعي ويستلزم أحيانا أن يجهل الجاهلون على أصحاب هذه الأخلاق الهينة اللينة الكريمة لما كان ذلك مستلزما لذلك أمر الله الحبيبة صلى الله عليه وسلم في أمر ثالث في هذه الآية الكريمة فقال جل وعلا وأعرض عن الجاهلين خذ العفو تعامل مع الناس بعفو وكرم وحسن خلق وتجاوز عن أخطائهم وتقصيرهم وليتسع صدرك لجهلهم وليتسع صدرك بحلم بالغ لسفاهتهم عليك وأمر بالعرف أمر بكل جميل من الأقوال وأمر بكل جميل من الأفعال وأمر بكل جميل من الأحوال وإن اعتدى عليك أحد وأساء إليك أحد وأذاك أحد بكلمة أو بفعلة أو بإيماءة أو حتى بيده أعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلابد أن يعلم السالكون هذا الطريقة أنه ليس مفروشا بالورد ولا بالزهور والريحين ولكنه طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك لا تتصور أن الدعاة إلى الله وأن المصلحين وأن المربين وأن الموجهين الذين يذكرون دائما بكل خلق جميل لا تتصور أنهم بمن عن جاهل الجاهلين وسفه السفهاء وعن أذى المجرمين والمنافقين لو كان ذلك كذلك لسلم سيد الخلق أجمعين من الأذى ومن الجهل ولكنه تعرض للأذى تعرض لأذى المجرمين ولأذى المشركين ولسفه المنافقين ولسفه الجاهلين فتحمل الأذى وتحمل البلاء ولم يرد جهل الجاهلين بجهل مثله حاشاه وهو المأمور من ربه بقوله جل علاه ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نعم نعم أيها الأفاضل فليعلم السالكون ضرب النبي الكريم فليعلم السالكون لطريق الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر أنهم سيتعرضون للأذى وسيتعرضون للفتن بل هم يجعلون أنفسهم هدفا واضحا لكل الكافرين ولكل المنافقين ولكل المجرمين والظالمين في كل زمان ومكان فلا يتصور واحد من هؤلاء المصرحين أنه لن يؤذى في عرضه أو في ماله أو في شرفه أو حتى في دينه أو حتى في جسده أو حتى في أولاده أو حتى في رزقه بل ربما يؤذى في شيء من هذا أو في كل هذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا بد أن يعلم كل من تواصى بالحق أنه سيتعرض للأذى فيذكروا ويوصى بالصبر على الأذى وعلى البلاء هذه سنة ضربانية لا تتبدل ولا تتغير فحسن الخلق امتثال لأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيضا أيها الأفاضل حسن الخلق امتثال منا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فوامتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه تدبر معي هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ بن جبل وثبت أيضا أنها لأبي ذر رضي الله عنه كما في الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وغيرها من دوين السنة بسند حسن بل ومن أهل العلم من صححه لكن الشيخ الإيمان